ما ليه حقوق بس مع الحقوق دي فيه واجبات لما نيجي نتكلم منسمع بها دلوقتي من ناحية التانية ان هي الزوج ايوة انا دي اللي كنت حالي تدخلها دي ناحية التانية الزوجة ملزمة لا مش ملزمة المفروض تعمل لا المفروض ما تعملش لا ده المفروض ده تطوع لا مش تطوع ازاي بتوعوا الفتيات بقى خصوصا لان ده دايما بيبقى الحديث موجه للبنات والفتيات والزوجات ايه اللي ليه و ايه اللي عليه طب تعالوا نرجع نشوف النبي كان بيعمل ايه والصحابة كان بيعمل ايه يعني لما ستنا فاطمة رضي الله عنها تشتكي وجع ايديها من كتر ما هي بتطحن الديء في الراح وجع ايديها وسيدنا علي رضي الله عنه يشتكي وجع سدره من كتر ما هو بيستقل الماء من البقر وبالدلو يعني يتعابوا الاتنين ويشتكوا من التعب وستنا فاطمة رضي الله عنها تروح لستنا عائشة وتقولها ان انا تعبانة كسفت تطلب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يجب لها خادم ولا خادمة تساعدها في البيت ايه اللي حصل هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انت بيش ملزمة وفي مرة تانية الاتنين رفعوا امرهم للنبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا الاتنين في الطهي هو تعب من الشغل برة وهي تعبت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص الخدمة البطنية خدمة داخل البيت تبقى على فاطمة وخدمة خارج البيت على علي رضي الله عنهم اجمعين الدنيا كده القفة لليها اتنين بيشيلها اتنين خلاص فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش اتنينه فاطمة انت بيش ملزمة لا وما جاب لهاش خادم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع وهي سيدة النساء العالمين رضي الله عنها ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يروح لهم ويقعد ما بينهم في الفراش بتاعهم ويعلمهم يقول لهم قبل ما تناموا سبحوا 33 واحمدوا 33 قولوا الحمد لله والله اكبر 34 وربنا يعينكم بس لو الرجل عنده اللي استطاع انه هو يجيب يعني خصوصا احنا الظروف دلوقتي انا كنت هكمل فيها بسي اوضح الاول الجزئية دي ان كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عليه ان هي مش ملزمة وحصل ده ستين اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وارضاه وكانت زوجها لما تجوزته هي اللي بتأكله فرس وتسوس فرسه وتروح تحمل النوى على بعد ثلثي فرسخ يعني تمشي شايلة على راسها حوالي 3 كيلو او 2 كيلو ونص اكتر او اقل شوية شايلة على راسها